صباح الخير أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بنامجنا إيه الأخبار نحاول أن نستعرف معكم أهم القضايا والأحداث الجارية خلال الأسبوع الماضي والنهاردة إن شاء الله في مطلع صحيفة الجمهورية الرئيس في اجتماع بمجبولي وعدد من المسؤولين يؤكد مواصلة جهود التنمية الشاملة بسيناء وزيادة المجتمعات العمرانية وتوفير فرص عمل للشباب يعني نقدر نعلق على الخبر ده ونقول أن هناك حالة من النشاط والتعمير والبناء تحدث في سيناء لم تحدث في تاريخها هناك أراضي يتم استصلاحها هناك قرى سياحية هناك أبر بترول هناك مدن للشباب هناك العديد والعديد من المشروعات والعديد من التطوير هناك تطوير بالفعل يحدث في سيناء هناك خبر يطلعنا أيضا تنفيذ 95% من تشطيبات المتحف المصري الكبير 2.5 مليار جنيه استثمارات في مدينة الجلود توفر 35 ألف فرصة عمل وكلال لقاء القائد العام بوكيل وزارة الدفاع الأمريكية الفريق أول محمد زكي أكد أن علاقات القاهرة ووشطن علاقات استراتيجية هناك خبر أيضا يؤكد اليوم تبدأ أولى رحلات العمرة وفقا لبوابة العمرة الإلكترونية اليوم أيضا زيادة معاشات المحامين ومن مهرجان القاهرة السينمائي وطلعنا خبر مهم أن أفلام اللاجئين والحدود والتطرف أصبحت الأفلام الأكثر مشاهدة في مهرجان القاهرة السينمائي خبر مهم ومحزن للأسف النائب العام يحفظ التحقيقات في واقعة انتحار الطالبة شهد يعني الخبر المحزن مش حفظ التحقيقات الخبر المحزن هو انتحار الطالبة شهد ووجود شباب وبنات في هذه السن الصغيرة طالبة شهد كانت في كلية صيدالة مرت بأزمة نفسية هناك النيابة طلعت النيابة العامة طلعت بيان هو بيان إنساني أكتر منه بيان من النيابة البيان ده بيقول يعني بيطالب أولياء الأمور أنهم يترفقوا بالقوارير القوارير هم بناتنا الصغيرين الخبر في الصفحة الأولى في الجمهورية بيتحدث عن حفظ التحقيقات في وقعة انتحار الطالبة شهد وان ظروفها النفسية النيابة بتطالب الأهالي بإن المرض النفسي بتقولهم المرض النفسي مش عيب لو في طفل أو بنت عندهم مرض نفسي يتعالج ما نتكسفش من كده ما نستخباش من المرض النفسي في خبر محزن آخر للأسف إن في حد في الصعيد شاب ضرب بأخته الصغيرة لحد ما ماتت عشان خاطر خوفا عليها من إنها عرفت بنت أو خوفا عليها من الانحراف يعني لم تنحرف حتى هو خوفا عليها فضربها حتى ماتت يعني مفروض نهتم بأبنائنا ونهتم بأطفالنا أكتر من ذلك نتبعهم نخرجهم نستمع إليهم مهم جدا التواصل مع الشباب ومع البنات ومع الأطفال أي حد عنده مشكلة عنده مرض نفسي يتم علاج ويتم متبعيته في أطباء تعديل سلوك في أطباء نفسيين مهم أول دور الإنساني ده للأسرة المصرية مع أبنائها الخبر مهم جدا تفاصيل الخبر اللي كان في الصفحة الأولى في الصفحة الرابعة من جريد الجمهورية الرئيس يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء وزيادة المجتمعات العمرانية وأكد السيد الرئيس عفتاح سيسي أن الأمن والاستقرار محور استراتيجي لإتقاء بأوضاع الأهالي وطالب الرئيس بتوفير الموارد المائية والحفاظ على البنية الأساسية وزير التضامن والإسكان ومحافظ القاهرة أكد أنه تم تطوير 26 منطقة عشوائية وتسكين 18 ألف أسرة العديد من الأخبار المهمة النهاردة يعني الروبيكي أول مجمع متكامل في الصناعات الجلدية 150 مليون دولار الصدرات السنوية و25 مليارات دولار حجم الاستثمارات خبر مهم من أن وزارة التموين الأسعار تتلاجع والتموين تعلن خفض أربع سلع بالبطاقات يعني إحنا مفروض زي ما بنقول للناس تملي نحاول ننشر هذه الأخبار الإيجابية نحاول نعرف الناس أنه فيه أسعار بتنزل فيه مشاريع موجودة نحاول نشر ثقافة البهجة ثقافة الأمل ثقافة التفاعل ولايش ثقافة الإحباط قانوات المعادية لمصر بتحاول تملي أنها بتجيب كل النقاط السلبية وتحاول أنها تضخمها مع العلم أنه فيه نقاط إيجابية كتير زي ما قلنا فيه مشاريع بتحدث فيه مؤتمرات دولية بتحدث في مصر وكما قلنا كل المؤتمرات الدولية التي تولت في مصر تولد عملاقة كان يوم الجمعة والسبت السابقين كان الرئيس سيد ريس عفتاح السيسي افتتح مؤتمر استثمار أفريقيا 2019 وده شارك فيه خمسة واج وفود من 35 دولة أفريقية وفود من شركات عالمية السيد الرئيس كان ليه عديد من التصرحات المهمة من ضمنها أنه طالب ضرورة إيجاد بنية تحتية أساسية للانتقال بين كل الدول للقارة الأفريقية كما قلنا السيد ريس عفتاح السيسي تملي في كل لقاءاته واجتماعاته يكون محملا بهموم القارة الأفريقية كما يكون محملا بمصر رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي عادت على أفريقيا بالخير لأن مصر تواصلت مع كل الدول الأوروبية وكل القمم العالمية وعقدت في مصر عديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية من أجل النهوض بأفريقيا يعني احنا معنا مداخلة المفروض مع الأستاذ حسين عباس أخوانا في الكنترول يساعدونا الإعلامي حسين عباس كان شاهد عيان على مؤتمر أفريقيا 2019 التي عقد في العاصمة الإدارية في فندق الماسا يعني يبدو أن المداخلة مش جاهزة يعني نحب نوصل للناس بس أن كان السيد الرئيس عفتاح السيسي بعد ما جاء من قمة العشرين أفريقيا طبعا مصر كانت ممثلة لأفريقيا كلها مصر كانت حاضرة وبقوة في خمة العشرين أفريقيا في ألمانيا السيد الرئيس عفتاح السيسي التلتقى بميركل هنا العنوين بتطلعنا أن السيسي وميركل مهدى لانطلاق الاستثمار والتنمية السيد الرئيس عفتاح السيسي تحدث على أن مواجهة الإرهاب هي الخطوة الأساسية اللي جاسب رئوس الأموال بالفعل يعني رأس المال فيه قاعدة كده معروفة علماني أن رأس المال جبان طب رأس المال الجبان ده إزاي هيجي منطقة إزاي هيجي منطقة ما فيهاش أمان إذا كان فيه أمن وأمان فرأس المال هيجي إلى مصر السيد الرئيس عفتاح السيسي بعد ما قدم من ألمانيا في قمة العشرين أفريقيا افتتح مؤتمر استثمار أفريقيا 2019 ومعنا الإعلامي حسين عباس كان شاهد عيام من المؤتمر أهلا أستاذ حسين صباح الخير على كل مشاهدين صباح الخير يا فندم زي حضرتك أهلا بك الحمد لله يعني نحاول نتواصل مع حضرتك كده وتطلع السيدة المشاهدين على أهم محاور مؤتمر استثمار أفريقيا 2019 سيد وليد يعني الأول بس خلينا نقول أن الحمد لله مصر خلال الأيام القليلة الماضية قدرت تحقق مجموعة من الأهداف وقدرت الحمد لله تقول أن احنا موضوعين على الخريطة الدولية في كل المجالات عاية تقول المستمعين أو مشاهدين أن مصر تم اختيارها نعرف إن استعادتك متأثر بالإزاعة يا سيد حسين اه ما عارش احنا مشاهدين هنا واش مستمعين أفضل مقصد سياحي في العالم تاني أفضل مقصد للغاست في العالم وتامن دول العالم في الأمن الثاني عربيا وصحابة أعلى معدل نمو اقتاضي واسيحة في العالم الكلام ده كله طبعا هيدفعنا الحديث عن هذه القمة الهامة جدا اللي شهدتها مصر خلال يومين الماضيين لازم نأكد نقول إن التحضير لقمة أفريقيا 2019 أو الكوميسا أو استثمر في أفريقيا بشعار هذا العام ما كانش من هذه الأيام فقط ولكن كان منذ القمة اللي سبقت قبل كده بشهور قمة أمريكا أفريقيا اليابان أفريقيا روسيا أفريقيا الصين أفريقيا قمة العشرين وحضور الرئيس لهذه القمة الهامة جدا والحديث في عقر دارهم عن النمو في أفريقيا لازم نقول كمان إن الرئيس لما تكلم أمام الكبار لم يتحدث عن طلبات مصر ولكن طالب بحقوق القارة السمراء التي ظلت إن تحت وضع استعمار عشرات السنين طالب المجتمع الدولي إنه يقوم بدوره تجاه أفريقيا تجاه تلك القارة السمراء التي ضرمت طويرا طبعا محاور مؤتمر كان أهمها هي إيجاد آلية مشتركة للتعاون ما بين الدول الأفريقية التجارة البينية وما بين أفريقيا وبين دول العالم وقارات العالم لاتثمار في رأس المال البشري التحول الرقمي في القارة أيضا تعزيز الإمكانات التنفسية للقطاع الخاص في مصر وفي أفريقيا قاطبة ويمكن دي الجلسة اللي حضرها الرئيس من الألوى النقاشية اللي حصلت بالفعل دي كانت الدقيرة المستديرة أو المئدة المستديرة اللي كانت آخر اللقاء للرئيس مع السادة ضيوف واللي حرص أن يكون موجود وتحدث فيها ولكن لم يتحدث منفردة ولكن طالب أيضا السادة المسؤولين دكتور آآ أقوى السادة القريق آآ كامل وزير وزير الاتصالات آآ بيحيي طبعا دكتورة غادة والي يعني يحصولها على منصف أممي رفيع المستوى آآ بيشجع كل السادة المسؤولين بالحديث أمام آآ الجهات الدولية الجهات المناحة التمويل التي تنتظر أفريقيا من كل دول العالم آآ الفرص اللي أسيحت هي خلق فرص عمل الشباب دي أهم حاجة طبعا آآ تنكين المرأة آآ تفعيل استفاقيات والاستفادة من الاستفاقيات البينية آآ أيضا تفعيل استفاقية التجارة الحرة على أفريقية آآ كمان ركزوا على مكافحة الإرهاب يا سيسين آآ أي فنم مكافحة الإرهاب في التفاقيات تمت من خصوص مكافحة الإرهاب آآ بالفعل حدث الحوار ولكن أي يمكن كان سيد الرئيس آآ عملي أكتر وقال الحمد اللي إحنا قدرنا نقطع شوط في مكافحة الإرهاب وابتلي علينا إن إحنا نبدأ البناء سريعا لإن الوقت مش صالحنا إحنا بنحارب الوقت والحارب الإرهاب معا الحديث عن وجود طرق للتجارة الحرة ما بين دول أفريقية قطبطا ويمكن أشارها هو طريق القائرة كيبتوين تخيل كل هذه الدول التي سوف يمر عليها هذا الطريق معدل التنمية التي سوف تشهده تلك الدول على جانبي الطريق نتكلم عن ملاكز الوجستية نتكلم عن مدن سكنية نتكلم عن خلق ألاف فرص العمل للشباب ورجال ونساء هذه الدول وهذه المجتمعات نتكلم أيضا عن جذب مزيد من المليارات من الدولارات إلى ألقار السمراء نتكلم أيضا عن تحقيق معدل نمو داخلي لازم نفكر مجتمعينا ومشاهدين بأن مصر قدرت خلال الفترة الماضية في ظل تضاطق معدل النمو العالمي نتحقق معدل نمو يصل إلى 5.16% تالت معدل نمو اقتصادي في العالم آه وبالتالي ده بالنسبة لهم بالنسبة لمن يشاهد التطور في ألقار السمراء أو من يشاهد الوضع داخل مصر على وجه الخصوص بيعتبر إذا أحد أهم إنجازات مصر خلال الفترة الماضية عيدوا كمان إن المؤتمر شهد توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليار دولار زي ما قلنا كل المؤتمرات الدولية تولت في مصر عملاقة طيب يا أستاذ حسين أستاذ حسين إحنا بنشكرك جدا ونتمنى أن أنت تشرفنا المرة الجاية إن شاء الله كده على الهوائب وشارة بإذن الله شكرا يعني هناك الأستاذ حسين كان معنا أستاذ حسين عباس الإعلامي كان حاضر المؤتمر الاستثمار الأفريقية 2019 يعني أنا شرفته برضو بحضور المؤتمر السيد الرئيس عفتاح السيسي أعطى وهجة للمؤتمر كالعادة بلقاءاته وبحواراته وبتواصله مع الإعلاميين مع وفود الدول الأفريقية وأكد أن لا بد أنه يكون فيه بنية أساسية للانتقال بين الدول الأفريقية دي كلها خطوات على الطريق هناك العديد من الأخبار المهمة بالطبع وزارة النقل يعني مهتمة جدا بأي بعقاب بأي مخطئ ومحاولة محاربة الأخطاء بالفعل بعد بلاغ النقل حول تحرك طرش بين الأناتر بدون سيق وزارة النقل حالة 8 مسؤولين بالسكة الحديد للمحكمة التأديبية يعني أنا بحاول أقول لأحضراتكم الأخبار اللي بتهم الناس أكتر في خبر في خبر موجود خبر هو خبر بسيط بس نعتقد أنه هو خبر مهم جدا وعز الأزهر الشريف في حملة بعنوان احميها ليقع ابنك فيها الحملة دي حملة بسيطة جدا بتتحدث على أن احنا لابد أن نواجه سرقة أغطاة البلعات اللي موجودة في الشوارع في ناس بتستغطى غطى البلع ويتبيعه بعشرين جنيه والغطى ده ممكن يعمل حدثة عربية تقع فيه طفل يقع فيه وعز الأزهر الشريف يعني أطلقوا حملة بعنوان احميها ليقع ابنك فيها والأهالي شاركت معهم الأهالي شاركت بأنهم تصدوا لمحاولة سرقات البلعات يعني عندنا خبر مهم جدا بخصوص دار الإفتاء دار الإفتاء تعلن أن التجديد هو مظهر لصحة الدين أكدت دار الإفتاء أن التجديد هو مظهر لصحة الدين وعلامة على حياته فهو لم ينقطع إلا في فترات الضعف الحضاري والموت الفكري معانا النهاردة ومعاكم الأستاذ محمد عبدين الباحث في الحركات الإسلامية والباحث الإسلامي والإعلامي للحديث حول دار دار الإفتاء المصرية في التجديد وتجديد الخطاب الديني والحرب الفكرية على الإرهاب يعني أستأذنكم في فاصل ونواصل إن شاء الله أهلا بكم عدنا إليكم ومعنا ضيفنا النهاردة أستاذ محمد عبدين إعلامي وباحث في الحركة في مجال الحركات الإسلامية أهلا بكم أهلا بكم نورتنا الله خليك يعني إحنا تزاملنا في مزبير وكده في عدة برامد كان شرف لينا حدث ليه بقى طويل في مجال الحركات الإسلامية وفي الكتابة عن الحرب الفكري على الإرهاب يعني النهاردة فيه خبر مهم ظل افتقى بتتحدث من التجديد من صحيح الدين وتمالي السيد ريسع فتاح السيسي لغاية آخر المؤتمر في ألمانيا اللي هو مؤتمر عشرين أفريقيا تحدث على إن مواجهة الإرهابية الخطوة العسية للمؤلجات برؤوس الأموال تحدث فيه أكثر من اللقاء على إن ضرورة الحرب الفكري على الإرهاب يعني أنا كان لها الشرف إن كتبت أكتر من مرة في الجمهورية ودستوره في أكتر من مكان على إننا لا نطرق جنودنا لوحدهم يواجهون الإرهاب ومفردهم فوجهة نظر هو واحد يعني باحث زي حضرتك وعلامة في مجاله يعني تشغفنا ونستمع ونعرف المشاهدين طبعا لفكرتك فضل الله يخليك هو في البداية إحنا عاوزين نقول إنه دائما الحرب بتبقى حرب متعددة الزوايا يعني ما يكفيش إن إحنا نسيب الأمن لوحده ولا نسيب حتى رجال الاقتصاد لوحدهم ولا نسيب القناعات السياسية بتاعتنا والأداء السياسي الرائع لابد من دخول الفكر لا يحرب الفكر إلا بفكر والفكر اللي حصل هنا هو فكر الخروج طيب الخروج معناه إيه الخروج معناه إيه يا أستاذ وليد الخروج مفارقة لو افترضنا إن إحنا موجودين في مكان ألف واحد تمام في مية مشو تبقى تسعمائة وتسعين أو تبقى كام المفروض أنهم خرجوا على الأغلبية طيب الخروج هو عبارة عن عملية مفارقة طيب الجماعات الدينية هل تمثل مفارقة لبقية الشعب اللي هي منه بالتأكيد طيب المفارقة مفارقة في المعتقد ومفارقة في المكان فمنهم ناس بتفضل أعدى معاك يبقى بيفارقك في الاعتقاد وأيضا مقيم معاك في المكان لكن لو تركك وخرج بره وكذا يحربك بمبردة ده أخطر بكل تأكيد لأنها بتبقى مفارقة في المعتقد وفي المكان إحنا لابد ننبه لبعض الأمور المهمة جدا وهي أنه في فرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي الجماعات الدينية خوارج العصر ولكل عصر خوارجه وأول من أطلق اللفظ هو الإمام علي كرم الله وجهه علي من أبي طالب رضوان الله عليه فإحنا بنقول أنه الحرب على الإرهاب حرب فكرية بالأساس إزاي لابد أن أنا أخلع من ذهنك فكرة أنك تعادل المجتمع طب هما بيعادوا المجتمع لا هما بلهم غسيل مخ غسيل مخ أنا سأقول لحضرتك ده هما لما بيعادوا المجتمع عادوا ثلاث فئات عادوا المجتمع يعني خرجوا على الدين خرجوا على المجتمع خرجوا على النظام الحاكم وبالتالي فيه الضرر في النهاية واقع على كل المجتمعات ومش هنكتفئ إن إحنا نحارب أمنيا بس لكن لابد أن يكون هناك مشروع قومي وهو ده إلا أنا كاتبه ومخططله مشروع اسمه واعتصمه يعني حضرتك بتقول إن الحل الأمني وحده لا يكفي لا يكفي الحل الأمني وحده طبعا السيد رئيس تحدث على إن ضرورة الحرب الفكرية الإرهاب الفضيل الشيخ الأزهر المفتي وزيئة وقاف كله كان بيتحدث وبيؤكد على إن الحرب الفكرية على الإرهاب مهمة حضرتك عامل مشروع بخصوص هذا الشأن ممكن تطلعنا عليه يعني هو المشروع في ست كلمات واعتصموا عبدين في مواجهة وأعدوا البنة عبدين اللي هو لقب عيلتي والبنة اللي هو لقب عيلة حسن البنة ففي حالة مواجهنا بين الخارجين على المجتمع والدين والنظام الحاكم على التلاتة وبين إن احنا نبقى فيه ثقافة جديدة اسمها ثقافة الاعتصام اللي يبقى فيها توحد وتماسك بين كل أبناء الأمة لأن ربنا سبحانه وتعالى في الآية 103 من سورة آل عمران الواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبعدين لو مسكنا اعتصموا دي وأعدنا بقى نفتش فيها إحنا بنقول إن في حاجة كل لفظ أو كل مصطلح له دلالة لغوية ودلالة اصطلاحية الدلالة اللغوية يعني الكلمة دي لما أفتح معجم اللغة بيقول إيه أو القموس طيب والدلالة الاصطلاحية يعني تعريف العلماء اللي المصطلح ده تبعهم بيقول إيه كمان فكلمة الاعتصام معناها الامتناع طيب ربنا قال لنا واعتصموا معنا هنا وامتنعوا أيوة بس إزاي بقى كلمة الاعتصام تحوي فيه معتصم وفيه معتصم عنه وفيه معتصم به طيب المعتصم عنه الفرقة يعني اللي لازم أبتعد عنه الممتنع عنه اللي هو الفرقة بدليل قول الحق بعد واعتصموا وبحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما المعتصم فهو إحنا أو الدعوة لكل للناطقين بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله يتبقى المعتصم به بقى مين هو بقى أو إيه هو المعتصم به المعتصم به هو القرآن الكريم أو الدين بطرفيه القرآن والسنة وحتى بفقه العلماء الجماعات الدينية خالفت ده كله وانتهت في النهاية إلى أن تكفر بعضها بعضا وتكفر المجتمع كله وأنا أعلم من هنا عن رغبتي في مناظرة الدكتور يوسف القرداو وأي حد من كل الجماعات الدينية لأن احنا لو حكمنا بيننا القرآن سنجد أنهم على باطل كامل المشروع مشروع واعتصموا عبدين في مواجهة وأعدوا البنة من ست كلمات يختصر في أربع كلمات واعتصموا في مواجهة وأعدوا وأخيرا في كلمة واحدة وهي واعتصموا وهذا ما يدعو إليه الدين في الآية 103 من سورة آل عمران وطبعا أنا عملت محور فقهي والمحور ده عملت كتاب اسمه ضد الفتنة من جزئين الجزء الأول ضد التأسيس والجزء الثاني ضد الممارسة وقلت إن ما فيش حاجة اسمها جماعة دينية في الإسلام يحرم موجود جماعة على أساس ديني حتى لو كانت هذه الجماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فضل حقا نحن بنعاني من جماعة الإخوان الإرهابية اللي بدأت تحت سطار الدين واتخذته شعارا لها لكنها هاجمت الدولة وحربتها وحربت كل المسلمين من الأساس يعني حضرتك عايزين نعرف منك لماذا خدع الشباب الجماعات دي ازاي قدرت تعمل غسيل مخد الشباب ازاي قدرت تخدعهم حتى كبار الموجودين في مجال الإسلام السياسي مثل يوسف القرضاوي وأمثاله ومن يتخذون الدينة سطارا وشعارا لهم ازاي ادروا يخدعوا الشباب من وجهة نظرك واذا دروا نحن عشان نحارب هذه الأفكار الشق الأولاني من سؤال حضرتك ازاي خدعوا الشباب وخدعوا غير الشباب مش الشباب بس الانسان دائما ربنا سبحانه وتعالى وضع فينا ثلاث حاجات فطرة وغريزة وعقل الفطرة تكون نقية دائما فطرة الله التي فطر الناس عليها دي بتكون نقية لكن الغريزة بيبقى لها وجهين فلو قلنا مثلا الغريزة العدوانية أنا محتاج القوة الجسدية علشان أحارب بيها في الجهاد وعشان أمارس رياضة لكن مش عشان أعتدي على الآخرين هنا بقى الفطرة عايزة تنتصر لمين تنتصر لإنك تستخدم المثال ده اللي هو الغريزة العدوانية في الجهاد أو في العمل الصالح أو في إنقاذ مظلوم من يد ظلم بيضربه في الشارع أو في أي مكان طيب يجي بقى العقل يحكم بينهم إذا انتصر العقل للفطرة كان صلاح الإنسان وإذا انتصر للغريزة ضع كل شيء وبالتالي هم خدعوا الناس بالدخول على الفطرة النقية الممتدة حبلها إلى الله سبحانه وتعالى أنا دايماً ميال إلى أن أعبد الله وأدي فروض ديني معظم الناس كده هم بقى بيدخلوا من السكة دي يبتدي يدور على أي حاجة علشان ينفذ أغراضه السياسية أو يخرج على المجتمع بأفكار غير صحيحة لو نقشناه فيها ببساطة سيسقط لإن فيه قرآن وفيه سنة عندي 14 مصدر للتشريع يعني كل جماعات الإسلام السياسي لم تفد صحيح الدين الإسلامي في أي شيء طبعا استحالة خروج ده خروج على الدين وخروج على المجتمع ده في عصرنا بس يا عصر محمد لا في كل العصور ده أنا حتى وأنا في رحلة البحث علشان أبحث في تاريخ الجماعات الدينية تصورت أنه من الممكن أو الغالبية بيقولوا كده أن الإمام علي بن أبي طالب خرج عليه الخوارج وهو اللي أطلق هذا اللفظ وكانه في حوالي ستة لاف لما رجعت بها العثمان بن عفان رضي الله عنه لقيت أن التلتاشر اللي قتلوه طب ما هو ده في حد ذاته خروج على الحاكم وخروج على المجتمع وخروج على الدين لقيت المسألة ابتدت إلى أبي بكر الصديق فيما يسمى بالمرتدين لقيت أن المسألة أبعد كمان ولها جذور أعمق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية 107 من سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآية إذن كل مجتمع لابد من وجود خوارج عليه الخوارج دول لابد من وجودهم بقوة طب إحنا دورنا كمجتمع دورنا كإعلاميين من وجود مزر حضرتك إي أنا مثلا مرة كنت مع الرئيس إسماعيلية والرئيس كان بيتحدث على حاجة مهمة جدا قال إن الشباب اللي عمرهم 16-17 سنة دلوقتي هم اللي كان عندهم 8 سنين يعني وقت صورة يناير الشباب الـ 16-17 دول هم اللي الجماعات الإسلامية بتحاول إنها تعمل لها غسيل مخ عن طريق الإنترنت وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه وجهة نظر حضرتك إحنا نقدر إزاي نقرب للشباب دول ونحاول إن إحنا نتابعهم يعني على فكرة أنا قلت كل الكلام ده في مشروع واعتصمه اللي هيبقى فيه تكاتف من كل هيئات الدولة في مشروع قومي ومن كل الأفراد يعني جهود لكيانات جماعية أو جمعية وللأفراد كمان فإحنا بنقول لحد الآن يا أستاذ وليد تخيل إنه لا توجد قناة فضائية واحدة تتبنى برنامج متخصص في هذا الأمر وبقالي عشر سنين بلف ببرنامج واخد نفس اسم الكتاب ضد الفتنة والذي يمثل المحور الأول من مشروع واعتصمه ده بقى هيبقى بالهادي كده وبهدوء نفهم الشباب يعني إيه مصادر تشريع وبعدين دور كل مصدر من مصادر التشريع فيه استنباط الفتوى والحكم وبعدين كل جهة من الجهات هتعمل إيه الإعلام للأسف اللقاءات اللي بتتم بين الباحثين أو بين علماء الدين بارك الله في الجميع بتتم لقاء وينتهي زي اللقاء اللي بعمله مع حضرتك ده وحينتهي ما فيش برنامج يرسخ الفكر كويس وممتد وبعدين البرنامج لما ياخد وقته بيبتدي بقى فيه حوارات بتدور وفيه رأي ورأي آخر وبنبتدي نحط إيدينا على الأماكن دي أستاذ محمد شقة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن فيه أغلب بالشباب دلوقتي ولجنة وبناتنا يعني على مواقع التواصل هل لا يوجد في مشروعك جزء كده مختص في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالعكس ده ده موجود ليه بقى؟ لأنه لما بيجوا يضموا عضو جديد ينتمي إليهم سواء تحت اسم عامل أو محبة أو أي تزييف من هذه التزييفات بيشترطوا في العضو ده ثلاث حاجات نمر واحد أن يكون إنسانا حسن النية وغالبية الناس تجاه الدين وتجاه أعتقدها بتبقى حسنة النية عايزة ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون جاهل بالتفاصيل جاهله بالتفاصيل هيخليني ألبس عليه أي حاجة وخليه يصدق أي حاجة الحاجة التالتة بقى ده متوفر عند الشباب للأسف ده متوفر التالتة بقى كمان لازم يكون متحمس بمعنى إيه؟ بمعنى إنه فيما بعد هيندفع إلى إنه ينفذ التعليمات يعني أنا أقول لحضرتك يعني بيستغللوا اندفاع وحماس الشباب بالضبط وإنهما يدوهم أفخار مضاملة يخسلوا مخوم فيبقوا ضد المجتمع على الفور الحماس وحسن النية والجهل بالتفاصيل لدرجة أن أحد نجوم المجتمع ومش أقول اسمه إيه لكن البعض قد يخمن هو مين؟ سألت المزيع بتقول له أنت ليه طلقت إخواني؟ قال لها أنا تربيت في بيت إخواني وشارع إخواني وقرية إخوانية عايزاني أطلع إيه؟ إذن هي مسألة عدم الفرز أو عدم القدرة على الفرز طيب هل تهميش الدين في التعليم؟ ده محدش بيركز عليه خالص مادة التربية الدينية مهمشة خارج المجموعة بتتاخد الحصص بتاعتها بيبقى الغش فيها كتير بتبقى ليالي الامتحان يدوب الطلبة بتذاكر دي نحية نحية تانية كمان إن احنا لما نقول عايزين نزرع في الشباب شيء كويس هقول لحضرتك اتنين في بغداد زمان اتقابلوا مع بعض واحد فيهم قالوا الناس ما بتفرزش الكلام اللي بتسمعه يعني ما بتتبينش يعني بتخالف قول الله سبحانه وتعالى فتبينوا فأي حاجة تقول هلو ممكن يجي فيها ويصدق وخلاص فقال له لأ يا اخي الناس مش كده قال له خلاص نعمل تجربة قال له ايه التجربة هما ماشيين في الشارع قال له انت هتقف على الجنب اليمين وانا هقف على الجنب الشمال وشوفني هعمل ايه ورح قايل بقى اللي هو مؤمن بان الناس لا تفرز ولا تتبين ام واقف على الجنب الشمال وقام قايل ايها الناس ايها الناس اتجمعت الناس حواليه قال حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طال لسانه ارنبت انفه دخل الجنة يعني اللي حيطلع لسانه كده ويطول به مناخيره من قدام ده اللي حيدخل الجنة الناس سدقت فكل الناس ابتدى تطلع لسانها اللي وقفين حواليه علشان يحاول يلمسه انفهم كلام مش منطقي بيتحكوا على الناس بالظبط يعني الوقت معك مرت فرعة سيد محمد وساعدنا بكم وانا تمنى ان اكون قد اسعدناكم وعلى وعد باللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم ضمتم في امان الله الموضوع لازم يكتمل شكرا